جهات أمريكية تطالب إدارة بايدن بالتوقف عن استيراد النفط من السعودية لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي. مستشار كبير في مركز علمي في الولايات المتحدة الأمريكية يهاجم المملكة قائلاً إن لديها الكثير من النفوذ والهيمنة وأن نظامها غير ودي. وقعت جهات ناشطة في المجال البيئي في الولايات المتحدة الأمريكية عريضة قانونية طلبت فيها الرئيس جو بايدن بحضر جميع واردات الوقود الأحفوري من السعودية. بحسب موقع Biological Diversity الأمريكي، الجهات التي وقعت العريضة هي مركز التنوع البيولوجي الأمريكي، جماعة حراس الأرض البرية ومجموعة أصدقاء الأرض. هذه الأطراف بررت طلبها معتبرة أن استيراد النفط السعودي يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي ويضر البيئة. في العريضة، رأى الموقعون أن النفط الذي تشتريه واشنطن من الرياض يؤمن للأخير إيرادات هائلة يمكنها من ممارسة تأثير كبير على مفاوضات الأمم المتحدة المناخية الحاسمة للتخلص التدرجي من الوقود الأحفوري. كما لفتت الجهات المسؤولة عن العريضة إلى أن إجمالية الواردات البترولية في الولايات المتحدة لا يشكل سوى 6% من إجمالية الواردات من البترول. موقع Biological Diversity أفاد أيضاً بأن بيل سنيب كبير المستشارين في مركز التنوع البيولوجي هاجم السعودية قائلاً. إن قرار السعودية هذا الشهر بخفض إنتاج النفط لجعل الأسعار تقفز يظهر أن للسعوديين الكثير من الهيمنة والنفوذ. وتابع بالنظر إلى أن 40% من جميع التجارة العالمية يتكون من شحن النفط والغاز والفحم حول العالم. فأن وقف التضفق من نظام غير ديمقراطي وغير ودي هو مكان جيد للبدء. كذلك اعتبر جيريمي نيكولز مدير برنامج المناخ والطاقة في جماعة حراس الأرض البرية أن التخلص من النفط السعودي ضروري لأمن أمريكا القومي ويعزز الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم. نيكولز أسند فوائد إضافية لحظر استيراد النفط السعودي قائلاً. ذلك يقربنا من التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري. كما نحتاج إلى القيام به لحماية الناس والمجتمعات والحفاظ على كوكب صالح للعيش. العريضة خلصت إلى أن حظر النفط من المملكة ضروري ومبرر. لأنه سيظهر للعالم أن الولايات المتحدة ملتزمة بمكافحة القمع وإساءة معاملة النساء. وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وفقاً لموقع بيولوجيكال دايفرسيتي. المصدر أشار أيضاً إلى أن القانون الأمريكي يفرض على وزير التجارة فتح تحقيق فوري لتحديد ما يهدد الأمن القومي عند تلقي عريضة قانونية. اشتركوا في القناة